السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذا الفيديو سوف نريد عليكم ماذا قال مدرب بورندي بعد الهزمة أمام الخضر لكن قبل أن نبدأ في تفاصيل الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس يصلكم كل جديد أنهى المنتخب الوطني الجزائري المواجهة الودية أمام مناظره البورندي متفوقا برباعية نظيفة وعرفة المواجهة التي احتضنها ملعب كيغي بعاصمة الطوغو افتتاح مهاجم الخضر بغداد بنجاح مجال التهديف مبكرا في الدقيقة الثانية من الشوط الأول ليضيف رياض محرز الهدف الثاني في الدقيقة التاسعة والثلاثة قبل أن يضيف إسلام سيماني الهدف الثالث ومحمد أمين عمورة الهدف الرابع وقال مدرب منتخب بورندي بعد الهزمة الجزائر منتخب كبير وكانوا أفضل منا في هذه المباراة كنا نريد الخروج بتعادل على الأقل ولكن منتخب الجزائر كان أفضل منا من جميع النواحي هذه المواجهة هي درس لنا لتصحيح أخطائنا في قادم المباراة وفي الأخير إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد ترجمة نانسي قنقر